اشتركوا في القناة وقلنا انواع التشبيه وارقانه واتكلمنا في سر الجمال النهاردة ان شاء الله بنتكلم عن الاستعارة بس طبعا قبل ما نتكلم عن الاستعارة انا بفكركم بحاجة فكريل لما انا قلت ايه هو التشبيه قلنا التشبيه انا بشبه حاجة بحاجة بس بشرط يا ولاد ايه بشرط ان الطرفين المشبه والمشبه بي يكونوا موجودين يكونوا ايه موجودين يعني انا لما قلت كده العلم مصباح قلت ان انا شبهت العلم بالمصباح يبقى اللي انا نطقته اللي انا نطقته مكتوب انا نطقت كلمة ايه نطقت كلمة العلم ونطقت كلمة المصباح اللي اتنين مكتوبين كده يبقى ده انا بسميه اولاد بسميه تشبيه طيب يبقى شرط التشبيه ان الطرفين المشبه والمشبه بي مكتوبين طيب لو انا بقول العلم ينير ليه الطريق لو انا بقول العلم ينير ليه الطريق نسأل بقى سؤال ونقول هو احنا شبهنا اي بايه هو احنا شبهنا العلم بنور او ممكن نقول شبهنا العلم بمصباح انا شبهت العلم بايه بمصباح انا هكتب هنا كلمة المصباحة السؤال بقى هو الجملة دي فين كلمة المصباح كلمة المصباح غير موجودة طب غير موجودة معناها ان ده مش تشبيه ان ده يا ولاد ان ده مش تشبيه تاني بنأكد تاني على معلومة انا مقدرش اقول ان ده تشبيه ان لما يكون المشبه والمشبه به مكتوبين بمعنى ان المنطوق مكتوب طيب انما لو انا شبهت حاجة بحاجة والحاجة دي مش موجودة حاجة من الاتنين مش موجودين يبقى ده مش تشبيه مثال تاني عشان نسبت المعلومة دي لو انا قلت القمر يضحك كويس؟ شبهت ايه؟ شبهت القمر بانسان شبهت القمر بانسان طيب هو الجملة دي فين الانسان؟ كلمة الانسان اللي اتنطقت فين؟ اللي مش موجودة اللي يبقى ده مش تشبيه لما انا اقول الجندي يفترس العدو هو انت شبهت الجندي بايه؟ قال انا شبهت الجندي باسد طيب فين كلمة الاسد؟ المش موجودة يبقى ده مش تشبيه طيب انا لو قلت الجندي اسد على طول انا شبهت الجندي بالاسد الجندي مكتوبة والاسد مكتوبة يبقى ده تشبيه يبقى اول بس نقطة عاوزين نأكد عليها شباب هي ان انا امتى اقول تشبيه وامتى لا انا بقول تشبيه لو الحكتين اللي انا شبهتهم ببعض مكتوبين بقول العلم مصباح يبقى دي كلمة العلم وادي كلمة المصباح يعني اللي اتنطأ مكتوب تمام؟ الجندي اسد يبقى ادي كلمة الجندي وادي كلمة الاسد يبقى اللي اتنطأ مكتوب طيب سؤال بقى في حالة ان انا بشبه حاجة بحاجة وفي حاجة من اللي انا نطقتها مش مكتوبة ده اسمه ايه؟ انا برضو بشبه قال لي بقى ده اسمه استعارة ده اسمه ايه؟ استعارة يعني كده معنى الكلام اللي انت بتقوله بقى ايه هي الاستعارة؟ نكتب كده انا اكتب كده الاستعارة واقول ايه هي الاستعارة؟ قال لي الاستعارة هي تشبيه يعني انا بشبه هذا بحاجة طيب بس ايه؟ قال لي بس فيه طرف محزوف يا الاول المشبه محزوف يا التاني المشبه محزوف يعني الاستعارة هي تشبيه حزفنا احد طرفيه اللي استعارة هي تشبيه حزفنا احد ايه؟ طرفيه يا حزفنا المشبه يا حزفنا المشبه بيه المشبه او حزفنا المشبه ايه؟ به يبقى اللي استعارة هي تشبيه حزفنا احد الطرفين يا إما حزفنا المشبه يا المشبه بك طيب على هذا الأساس إيه يا أولاد بقى إحنا هنقسم الاستعارة النوعين هنقول كده في استعارة تصريحية استعارة إيه؟ تصريحية وهنقول في حاجة اسمها استعارة مكنية تاني يبقى تنقسم الاستعارة إلى إيه؟ إلى نوعين واحد استعارة تصريحية اتنين استعارة مكنية طيب يا أستاذ أنا بقسم التأسيمة دي على حسب إيه؟ حسب الحاجة اللي انت حزفتها يعني إيه؟ قال لي يعني لو انت حزفت المشبه اللي هو رقم واحد حزفته حزفته ذا كده استعارة تصريحية أما لو انت حزفت المشبه بي اللي هو رقم اتنين يبقى دي استعارة مكنية تاني أنا عندي مشبه وعندي مشبه بي لو أنا حزفت المشبه أسميها استعارة تصريحية ولو أنا حزفت المشبه بي أسميها استعارة مكنية في بقى حاجة هنا أنا عاوز أعلمها لك إيه هي؟ الاستعارة التصريحية دي لها علامة العلامة دي لو مكتوبة هتقول استعارة تصريحية مش مكتوبة ما هتقولش إيه بقى العلامة دي؟ إن الاستعارة التصريحية دي بتيجي كلمة واحدة كلمة واحدة لها مقصود أو لها مراد كلمة واحدة لها مقصود كلمة لها مراد كلمة لها مقصود إزاي بقى يا أستاذ؟ بالمثال بقى عشان يتضح المقال قال إيه؟ قال مثلا المثال ده انتصر انتصر أسودنا في حرب أكتوبر نبص على المثال انتصر أسودنا في حرب أكتوبر هنا اسأل نفسك سؤال العبارة دي انتصر أسودنا في حرب أكتوبر في كلمة هنا لها مقصود أو لها مراد انتصر أسودنا في حرب أكتوبر قال لي هو عاوز يشبه أنا باكتبها هو شبهة الجنود بالاسود شبهت مين؟ قال لي شبهت الجنود بالاسود طيب من المشبه ومن المشبه بي؟ قال لي الجنود دي مشبه المشبه مين اللي مش موجود منهم في العبارة؟ يعني العبارة انتصر أسودنا في حرب أكتوبر اللي مش موجود الجنود ولا الأسود؟ قال لي لا الجنود هي اللي مش موجودة هنا طيب الجنود دي الطرف الكام؟ قال لي الأول اللي هي المشبه الأول اللي هي مين؟ المشبه وهي اللي تحزفت خلاص يبقى أنا حزفت مين؟ أنا حزفت المشبه اللي هو الطرف مين؟ الأول وبالتالي دي بقى دي استعارة تصريحية صورت الجنود بالاسود وحزفت كلمة الجنود اللي هي المشبه به ناخد مثال تالي ناخد مثال تالي بصوا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم ايه؟ قال تعالى واعتصموا واعتصموا بحبل الله بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ربنا قال في الآية يا أولاد واعتصموا بحبل الله اسأل نفسك سؤال آيدي اعتصموا وتمسكوا بحبل ايه؟ بحبل الله يا طيب في كلمة هنا لها مراد ولا ما فيش قال لي أيوة في كلمة هنا لها مراد كلمة مين؟ الكلمة الحبل هل الحبل ده المقصود بالحبل الحقيقي؟ ولا كلمة دي لها مراد؟ قال لي لا لها مراد المقصود بالحبل الدين؟ الايمان واعتصموا بحبل الله بدين الله الآه طالما انت وصلت ان في كلمة لها مراد يبقى انت وصلت للإستعادة التصحية ابدأ بقى اقول لنفسك كده انا شبهت ايه بايه؟ انا شبهت الدين اهو شبهه الدين بالحبل اسأل نفسك من المشبه؟ قال لي الدين طرف الاول من المشبه بالحبل الطرف التالي؟ طب من اللي اتحذف؟ يعني العبارة يوعتصموا بالآية يوعتصموا بحبل الله من اللي اتحذف؟ يعني اللي مش موجود في الآية هو كلمة الدين ولا الحبل؟ قال لي لا كلمة الدين مش موجودة طب كلمة الدين دي هي الطرف الاول ولا التاني؟ قال لي الاول هي الدين بالحبل هي المشبه يبقى انت حذفت الدين اللي هي المشبه يبقى انت حذفت المشبه بي يبقى دي استعارة تصريحية نجمع تاني بقى يا أولاد يبقى الاستعارة التصريحية انا بشبه حاجة بحاجة وبحذف مين بحذف الطرف الاول المشبه خلي بالك انت بتقولها حسب النط حسب ايه النط اللي اتنطق الاول يبقى دا المشبه الطرف الاول واللي اتنطق التاني يبقى دا المشبه به الطرف التاني مع العلم خد بالك حبيبي من نقطة وم الاستعارة التصريحية لا علمها كلمة لها مراد كلمة لها مراد يعني مثلا بقولي المراد بالإسود الجنود والمراد بالحب الدين كده طيب لما ننقلنا وانتو على الاستعارة المكنية ملا اللي بقى الاستعارة المكنية بيحزف الطرف التاني بيحزف الطرف مين بيحزف الطرف التاني ازاي قال لي تعالى ناخد مثال ناخد المثال ده المثال بيقول القمر يضحك القمر ايه يضحك عاوزك تقول لي انت شبهت ايه بايه قال لي انا شبهت القمر بانسان طيب يلا اكتبها شبه القمر بانسان يبقى من المشبه اللي اتنطع الاول المشبه القمر مشبه من المشبه بيه قال الانسان طيب من اللي مش موجود في العبارة القمر يضحك اللي غايب القمر ولا الانسان قال لي لا اللي غايب الانسان يبقى الانسان هو اللي مش موجود يعني المشبه به غاب لما المشبه به يغيب يبقى دي اسمها ايه اللي يبقى اسمها استعارة مكنية شبه القمر بانسان وحزف الانسان وقاب صفة من صفاته اللي يضحك مثال تاني لما نقول العلم ينير الطريق العلم ينير الطريق انت شبهت ايه بايه اللي شبهت العلم بمصباح ينير طيب يبقى انا هقول شبه العلم بمصباح مين المشبه قال المشبه العلم مين المشبه به قال المشبه به المصباح طيب انت شبهت العلم بمصباح والجملة اصلا العلم يونير يبقى من اللي مش موجود في العبارة العلم ولا المزباح قال للمزباح المزباح دي الطرف الكام قال لطرف التاني اللي هو المشبه به يبقى دي استعارة مكنية خلاصة الكلام ايه هي الاستعارة قال للي استعارة انا بشبح حاجة بحاجة ماش تمام بس يحذف المشبه يحذف المشبه به طيب حزفت المشبه اللي يبقى تصريحية والتصريحية كلمة لها مراد حزفت المشبه به اللي يبقى مكنية بحزف المشبه به يبقى الاستعارة نوعان تصريحية ومكنية الاستعارة نوعان تصريحية ومكنية حسب المحزوف لو انا حزفت المشبه وكانت الكلمة لها مراد استعارة تصريحية عذابت المشبه به يبقى استعارة مكنية طيب ما تيجي أنا وانتو نراجع تاني سريعا على سر الجمال نراجع على سر مين سر الجمال يلا كده مع بعض نقول كده سر الجمال اللي احنا خدناه وانا قلته قبل كده سر الجمال في التجبه والاستعارة سر الجمال كان ايه سر الجمال يا اولاد سر الجمال كان يا اما بنقول عليه تشخيص يا اما بنقول على سر الجمال تكسيم يا اما بنقول على سر الجمال توضيح يبقى لو سألني على سر الجمال بتاع التجبيه والاستعارة يا اما تشخيص يا اما تكسيم يا اما توضيح طبعا انا قلت الكلام ده في التجبيه بس انا براجع تاني تشخيص امتى لما نشبه شيء بشخص بانسان لو شبهت اي حاجة بانسان يبقى تشخيص لو شبهت اي حاجة بانسان يبقى ايه يبقى تشخيص لو شبهت اي حاجة بانسان يبقى تشخيص زي ايه قال لي زي جملة القمر يضحك وأنت شبهت إيه قال لي أنا شبهت الأمر بإنسان طالما شبهت حاجة بإنسان يبقى أقول سر الجمال التشخيص طالما شبهت حاجة بإنسان قول سر الجمال التشخيص تيدي واحدة طيب والتكسيم يا أستاذ أقوله إنت قال لي لما تشبه معنوي بمادي طيب أيه هو المادي ويه هو المعنوي قال لي المادي كل اللي يرى يرى طب يا أستاذ المادي ده لازم يلمس قال لي لا المادي اللي يتشاف أو المادي اللي له حيز ووجود يتحرك فيه يبقى المادي ده اللي يتشاف أو له وجود أو حيز يتحرك فيه يبقى الألم ده مادي أنا شايفه الظلام مادي لإني أنا بشوف الظلام معيني مقدرش تمسكه بس مادي النور ماد الهواء اللي بيتحرك ده ماد طيب ما أنا مش شايف الهواء آه بس الهواء له وجود وحيز يبقى المادي ده كل ما يرى وكل ما له وجود أو حيز المعنوي ما لا يرى نهائيا وليس له مجال ولا حيز يتحرك فيه أنا بقى لما أقول كده الصبر مفتاح الفرق هو أنت صوتت ايه الصبر بالمفتاح طب الصبر ده ما له معنوي لأن الصبر ما يتشافش ما يتشافش ولا له وجود المفتاح يتشاف يبقى معنوي بمادي تكسيم معنوي بمادي ايه تكسيم التوضيع لو أنت صورت مادي بمادي هدي أول حاجة مادي بمادي يعني اللي اتنين يتشاف زي الرجل أسد الرجل يرى والأسد يرى ده مادي وده مادي كده تأضيح لو أنت صوت معنوي بمعنوي معنوي بمعنوي يعني لو مثلا قلت العمر فرصة العمر ده معنوي والفرصة ده معنوي العمر ده معنوي والفرصة ايه معنوي يبقى العمر فرصة معنوي معنوي توضيح يبقى التوضيح ده تقوله امتى لما تشبه مادي بمادي لما تشبه معنوي بمعنوي لما تشبه مادة بمعنوي هنعكس بقى يا أولاد يعني أنا لما بشبه مادة بمادة تكسين لما بشبه مادة الأول بمعنوي تاني مادة بمعنوي قال لي ده توضيح قال لي مثلا لو قلت الأم هي الرحمة يبقى كده شبه الأم بالرحمة الأم هي الرحمة تبه الأم بالرحمة الأم دي مادة والرحمة دي معنوي توضيح يبقى نراجع تاني سر الجمال سريعا سر الجمال يا إما تشخيص يا إما تكسيم يا إما توضيح هنقول تشخيص لو أنا شبهت حاجة بإنسان زي القمر يضحك بإنسان هنقول تكسيم لو أنا صورت معنوي بمادي زي الصبر مفتاح صبر معنوي بمفتاح المد هنقول توضيح لو اللي الثنين مادي زي الرجل أسد طيب هنقول توضيح بردو لو اللي الثنين معنوي زي العمر وفرصة هنقول توضيح بردو لو أنا بدأت بالمادي صورت المادة بالمعنوي زي الام هي الرحمة مادي بمعنوي كده ده سر مين اولاد كده سر الايه كده سر الجمال تمام طيب تعالوا بينا بقى دلوقتي نحاول نشوف بعض الاسئلة او التدريبات على الايه على الاستعار تمام قدامنا الكلام هو وصوا كده عليه السؤال الاول بيقول قال تعالى قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق يا ترى الاستعارة هنا فين هنبص على الاية هنسأل نفسنا سؤال هو هنا الاية دي في كلمة لها مراد ولا ما فيش قال لي ايوا في كلمة لها مراد كلمة مين قال لي كلمة الحبي كلمة مين قال لي كلمة الحبي تمام كلمة الحبي خلاص يبقى دي كلمة لها مراد اهي الحبي انا كده بقى عاوز اشبه بايه قال لي انا كده عاوز اشبه الدين بالحبل المراده بالحبل الدين يبقى شبهة الدين بالحبل الدين مشبه والحبل مشبه بيه اللي غايب المشبه اللي هو الدين قال لي يبقى دي استعارة ايه يبقى دي استعارة تصريحية استعارة ايه يا ولاد تصريحية حسنا هو انا ا عاوز اجيب سر الجمال الدين ده مادي ولا معنوي قال لي الدين ده معنوي يولى الجامل قال لي الحبل مادي لما بصوّر معنوي بمادي معنوي بمادي يبقى سر الجمالية يقال لي يبقى سر الجمالية التكسيم مثال تاني دلوقتي انا بيت شعر كان مرة في ملك اسمه سيف الدولة الحمداني سيف الدولة الحمداني وفي سفير من الروم سفير من الروم جاي للملك برساله فالسفير بتاع الروم يا اولاد داخل الاصر وماشي على السجاجيد كده داخل الاصر رأى عند الملك رأى عند مين عند الملك الملك قاعد وهو متجه ليه فالشاعر بتاعنا بيصور المنظر ده بيصور ايه المنظر ده بيقولي بقى الشاعر بيقول قال المتنبي يصب دخول سفير الروم على سيف الدولة واقبل يمشي في البساط البساط السجاد فما درى الى البحر يمشي ام الى البدر يرتقي هو بيقول ان السفير الروم اقبل يمشي في البساط هو مش عارف السفير رايح للبحر ولا رايح للبدر واقبل يمشي في البساط فما درى الى البحر يمشي ام الى البدر ايه يرتقي تمام طيب هل هنا لما نقرأ البيت نلاحظ ان كلمة البحر دي هي كلمة لها مراد ولا لا وهل كلمة البدر اذا ما المقصود بالبحر وما المقصود بالبدر المقصود قال وابا لا يمشي في البساط هو ماشي ده مين سفير الروم رايح نحية مين قال رايح نحية الملك بس الشاعر بيقول فما درع الى البحر يمشي يبقى المراد بالبحر هنا مين الملك سيف الدولة والمراد بالبدر مين هو بيشبه سيف الدولة اللي هو الملك ده بالبحر في الكرب وبالبدر في الجمال يبقى اذا البحر لها مراد والبدر لها مراد وكل كلمة يا سنة اولى لها مراد بالنسبةلك يبقى دي استعارة تصريحية يبقى انا اقول له ان البحر استعارة تصريحية ليه شبه الملك بالبحر الملك مادي انا اجيب سر الجمال بقى دلوقتي الملك مادي والبحر مادي تب مادي ومادي قال لي يبقى سر الجمال التوضيح يبقى سر الجمال التوضيح نفس الكلام بقى في كلمة البدر البدر ليه نفس الكلام في كلمة البدر برضه وشبه الملك بالبدر نفس الكلام وسر الجماعة توضيح استعارة ايه تصريحية ناخد رقم ثلاثة قال الشاعر ولابد للليل ان ينجلي ولابد للقيدي ان ينكسر هنحاول نشوف صورة يعني الشاعر شبه ايه بايه طيب ولابد للليل ان ينجلي ينجلي دي يعني يرحل طيب الجزء اللي فيه الصورة فين اللي ممكن يبقى الليل ينجلي او كده احنا نحددنا الصورة طيب يا طرعو شبه ايه بايه قال لي انا شبهت الليل بانسان ينجلي بانسان يرحل يبقى عاوزين نقول شبهه الليل بانسان يرحل ماشي من اللي موجود قال لي الليل موجوده تب فين الانسان قال لي الانسان دا مش موجود في العبارة يبقى حزف قني طرف قال لي حزف الطرف التاني طب طالما حزف الطرف التاني يبقى دي ايه قال لي يبقى دي كده استعارة مكنية استعارة مكنية طب عاوز اقول سر الجمال هو شبه ايه شبهه الليل بانسان واحنا قلنا لما نشبه اي حاجة بانسان يبقى سر الجمال ايه التشخيص تمام ناخد المقطع البيت اللي بعده بيقول اتاك الربيع الطريق يختال ضحكا الربيع يختال ضحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلم انا عاوز جملة يكون فيها صورة قال لي انا ممكن اقول اتاك الربيع يختال ضحكا طب انت عاوز تصور ايه قال لي انا عاوز اصور الربيع بانسان يأتي ويضحك او يضحك سواء الربيع بانسان يأتي ويضحك هلو طب الربيع موجود او لا اللي موجوده ها طب والانسان فين اللي مش موجود يبقى شبه المشبه موجود الربيع والمشبه به الانسان مش موجود حاذا في المشبه به يبقى الصورة دي ايه اللي يبقى ديه استعارة مكنية طب لما يشبه ربيع بإنسان يبقى سر الجمال إيه قال لي يبقى سر الجمال التشخيص مثال تاني قال ولم نرى شيئا أحسن منظرا خمسة ولم نرى شيئا أحسن منظرا من الروض يجري دمعه وهو يضحك ولم نرى شيئا أنت عارف يعني إيه الروض الروض يعني الحديقة الروض يجري دمعه وهو يضحك لما أنا حب حدث صورة ولم نرى شيئا أحسن منظرا من صورة يعني حدث الصورة الشاطر التاني الروض يجري دمعه هو شاب يقل لي صورة الروض بانسان يبكي ويضحك طب انت شبهت الروض بانسان طب الروض موجودة او في البيت كلمة الروض موجودة لكن كلمة الانسان مش موجودة يبقى انت بقض حزفت الطرف التاني حزفت الطرف التاني يبقى دي استعارة مكنية وطالما سورت الروض بانسان قال لي بأسر الجمال التشخيص على هذا الأساس ستة وإذا المنية أنشبت أصفارها وإذا المنية أنشبت أصفارها الفيتة كل تميمة لا تنفعه المنية يا أولاد يعني قال لي الموت المنية يعني الموت أنشبت أدخلت أصفارها وإذا المنية أنشبت أصفارها طيب واذا المنية انشبت اصفها كده شبه اين اللي كده معناها انه شبه او صورها المنية دي باء حيوان بطائر بانسان برحتك المهم حاجة لها اظافر حاجة لها ايه اظافر يبقى صور المنية تمام باء انسان له اظافر عادي بطائر جارح له اظافر المهم المنية موجودة فين الانسان او الطار اللي مش موجود اonie استعارة مكنية طيب لو انا قلت صور المنية بانسان انت هتقول لي سر الجمال للتشخيص طيب لو قلت صور المنية بطائر جارح له اظافر قل سر الجمال او مخالب يبقى سر الجمال التكسيم حسب ما هتقول عادي يعني براحطة بس انت لو قلت تصور بانسانة تقول تشخيص لو قلت تصور بطائر جالح هتقول تكسيم سبعة انا لست انسى قريتي انا مش ناسي قريتي ما فيش حاجة دي وهوى الربيع يزورها انا لست انسى قريتي وهوى الربيع يزورها يطلع فين الصورة اللي هوى الربيع يزورها طب انت عاوز شابة ايه اللي انا عاوز اصور هوى الربيع ده بهوى الربيع يزورها يبقى صورت هوى الربيع بانسان يزور طب هوى الربيع موجود اهو فين الانسان قال لي الانسان ده مش موجود طالما الطرف الثاني قال لي بقى استعارة ايه قال لي بقى استعارة مكنية طيب سر الجمال ايه طالما صورت بانسان يبقى سر الجمال ايه التشخيص تمام يا شباب كده دي الاستعارة ناخد كمان مثال إذا ما طمحت إلى غاية بيت الثامن ركبت المنى ونسيت الحزن نشوف الجملة دي صورة ركبت المنى ما أنا بحدد الصورة بحددها فين ركبت المنى المنى اللي هي الأمنيات إيه بقى اللي هو عاوز يصور المنى اللي هي الأمنيات بدابة أو سيارة بدابة أو سيارة تركب يبقى صور المنى بدابة تركب تاب المنى موجودة المشبه موجود والدابة المشبه به غاية اللي لما نغيب المشبه به يبقى دي ايه اللي يبقى دي استعارة مكنية طيب عاوز سر الجمال المنى والأمنيات معنى ولا ما دي دي معنوي تاب والداب بقى والسيارة اللي ما دي تاب لما نصور معنوي بما دي اللي يبقى سر الجمال التجسيم سر الجمال ايه التجسيم تماما شباب كده يبقى احنا اتكلمنا عن الاستعارة وضحنا ان الاستعارة دي هي عبارة عن تجبيه بس حذفنا يا المشبه يا المشبه به حذفنا المشبه هنقول عليها استعارة تصريحية وخلي بالك الاستعارة تصريحية لازم تتأكد انها كلمة لها مراد حذفنا المشبه به اللي هو الطرف التاني هتقول عليها استعارة مكنية كلمنا على سر الجمال تمام طيب وحلنا طبعا تدريبات معاكم فيه هنا طبعا مرض ومجموعة تانية في الملف هو البي دي اف هينزل على الجروب ان شاء الله وعلى الموقع الواجب هو بتاع الاستعارة طبعا معلش ان كنا اتأخرنا في حل الواجب بتاع المحاضرة اللي فاتت هنزله ان شاء الله النهاردة الواجب على الجروب باذن الله ده واجب الاستعارة هتحاول تحل الواجب ده هتطلع الصورة تحددها يعني حط خط تمام وبعد ما تحط خط يعني مثلا هنا النور يبني في السفوح وفي الزورة دورة مزخرفة مثلا هتقول لي النور يبني هتقول لي دي الصورة هتحددها دي نوعها ايه استعارة مكنية ولا تصريحية بعد ما تحددها تقول صور كذا بكذا وتقول لي سر الجمال تشخيص او تكسيم او توضيع تمام دي جمل انت هتكتبها وبعدين تي جمل تانية اختيارية فلاص ده كده اللي ايه الواجب بتاعنا ان شاء الله هنذاكر الاستعارة هنذاكر الاستعارة ونحل باذن الله الواجب ده كده احنا شرحنا التشبيه يا ولاد وشرحنا الاستعارة وده اللي انت هتتسائل عنه ان شاء الله الترمدة انت هتتسائل عن التشبيه وعلى اللي استعارة بس الناس اللي عندهم امتحان الشهر الاول طبعا انت عارفين انه قولة سنوية عندهم امتحانية اللي عندهم امتحان الشهر الاول الشهر الاول انت هتتسائل على التشبيه بس الشهر الاول هتتسائل على ايه على التشبيه بس تمام كده يا شباب هنحل الواجب إن شاء الله وهننزل الإجابات على الجروب استوضعكم الله وإلى محاضرة قادمة إن شاء الله هنشرح فيها الدرس التاني في الأدب وهو النثرة في العصل الجاهلي بإذن الله استوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة